الهيدروكربونات الهيدروكربونات في الطبيعة الهيدروكربونات تنتشر في الطبيعة ليس فقط في الوقود الأحفوري، بل توجد في الأشجار والنباتات، فالهيدروكربونات توجد في أكثر من 98% من المطاط الخام الطبيعي، فالمطاط الطبيعي عبارة عن بوليمر هيدروكربون، فمعنى البلمرة أن الجزيء يشبه السلسلة وتكون من العديد من الوحدات المرتبطة ببعضها البعض الهيدروكربونات كيميائيا تعرف الهيدروكربونات بأنها المركبات التي تتكون من الهيدروجين والكربون وتنقسم مركبات الهيدروكربونات إلى نوعين هيدروكربونات مشبعة أو الألكانات وهيدروكربونات غير مشبعة والآن سنتعرف على الألكانات الهيدروكربونات المشبعة الألكانات تعرف الهيدروكربونات المشبعة أو الألكانات بأنها المواد التي ترتبط فيها ذرات الكربون بروابط تساهمية أحادية فقط ومن أشهر مركباتها الميثان، والذي يحتوي على ذرة كربون واحدة، وصيغته CH4، وكذلك الإيثان، وهو مركب يحتوي على ذرتين من الكربون، وصيغته هي C2H6. الهيدروكربونات غير المشبعة، الإيثين، من الهيدروكربونات غير المشبعة، غاز الإيثين، وهو الذي تركيبه الكيميائي C2H4، والذي تتم بلمارته لتكوين البولي إيثيلين، وذلك عن طريق رفع درجة حرارته 200 درجة مئوية، وذلك أيضا تحت ضغط عال جدا.